ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وطيلة شهرين كأقصى تقدير بسبب أشغال بناء ممرة تحت أرضي على مستوى المدار المتواجدة بتقاطع شارع الحسن الثاني وشارع العلويين وبحسب جريدة العمق الإلكترونية فإن هذه الأشغال تسببت في اكتظاد كبير على مستوى المحاور المؤدية إلى الرباط وسلا إذ بعد أن كانت سائقين يقطعون المسافة بين العدوتين في دقائق معدودة أصبح لزاما عليهم الآن قطعها في أكتر من أربعين دقيقة أو ساعة كما تم معينة ازدحام النامهول وتدافع على متن عربات التراموي خصوصا على مستوى الخط الأول الذي يربط بين حي كريمة بسلا ومدينة العرفان بسبب تزايد مستعمليه بعد توقف عدد من سيارة الأجرى في نقل الركاب في الاتجاهين نتيجة إغلاق القنطرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر